سرقة في وضح النهار عملية سطو قام بها عدد من المستوطنين على المحال التجارية في البلدة القديمة بمدينة الخليل بعد أن كسروا أقفالها ونهبوا محتوياتها أجوا المستوطنين فتحوا الباب الخلفي اللي بيجي عند سوء الدهب طبعا فتحوا الباب ولوما جيران صحيوا عليهم ونزلنا ولما نزلنا شردوا من المنطقة منطقة ممنوحة يدخلها إلى الإسرائيليين منطقة عسكرية كانوا يفتحوا المحل بالعتلات وجكات محم ولما صحيحوا علينا شردوا كلنا فتحين المحل طبعا هم جايين وصلوا رسالة أنوا ارحلوا من هنا يأتي ذلك في وقت تواصل فيه مجموعات من المستوطنين سيطرتها على محالة تجارية داخل سوق الذهب المحاذي لشارع الشهداء والمغلقي بقرار عسكري احتلالي ويستخدمونها كمنازل في المنطقة الممنوع على المواطنين الفلسطينيين الوصول إليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغلق المنطقة التي هي تعتبر منطقة المستوطنات حاليا شارع الشهداء ومنطقة الحسبة وسوق الذهب هذه المنطقة للأسف تم انتزاعها من قلب مدينة الخليل وتم فصلها عن محيطها وتم إغلاق قرابة الخمسمائة محل تجاري هناك لا يستطيع الفلسطيني الوصول إليها نهائيا بينما تستباح من قبل المستوطنين ورغم تهديدات المستوطنين وانتهاكات الاحتلال يصر تجار البلدة القديمة على البقاء في محالهم وفتح أبوابها لحماية بلدتهم العتيقة من محاولات الإفراغ والتهويد المستمرة سرقة المحال التجارية ونهب محتوياتها في الخليل واحدة من بين أساليب عدة ينتهجها المستوطنون في اعتداءاتهم ضد المواطنين وممتلكاتهم والتي تصاعدت في الآوينة الأخيرة وعدم سامي تلفزيون فلسطين الخليل